التكافل الاجتماعي ده يا جماعة حاجة مهمة جدا وطبعا دينا الحنيف حثنا على ده يعني ايه التكافل الاجتماعي يعني الاحساس بالناس ببساطة كده التكافل الاجتماعي ان انا احس بالناس واشوف ظروف الناس اللي اقدر اساعده وما اتأخرش عن مساعدته يبينا محمد صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا الامر كتير جدا في اكتر من موضع ما امن به من بات شبعان وجاره هو جاء الى جنبه وهو يعلم والنبي طبعا وصنا على سبع جار ولازم حتى الموضوع يتسع مش مسألة الاهل فقط لا الاهل والجران نحس بكل اللي حوالينا يدينا وده مهم جدا صحيح بالفعل يعني لازم كمان نحن من وقت التاني كده يكون منطمن عليهم يكون في ود نسأل عن اخبارهم نعرف هل هم محتاجين حاجة ولا لان في ناس بتبقى عندها عايزة نفس كبيرة جدا جدا بتتكسف انها تقول انها محتاجة فانا لازم لو انا زرتهم او انا حاولت اعرف اخبارهم اكيد هعرف اذا كان هم محتاجين حاجة ولا لأ وده طبعا ليه تأثير ايجابي كبير جدا من الشعور ان انا عندي شعور بالاخرين ده اللي هنعرفه من خلال فقرتنا النهاردة اللي ننورنا الدكتور عبدالله سلام عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية صباحا خير ومنور صباح النور وربني بارك فيكم صباح النور وربني احفظك وبرك فيكم يا رب في بداية عايزين نعرف من خداية كده اهمية التكافر الاجتماعي وتعريفه ايه بالضلطة الناس كثير مش فهميه اولا نبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي اخبر عن ربه الكريم ان لله في كل نفس مئة الف فرج قريب وسلم وبعد اولا يعني نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طاهرا طيبا مبركا فيه التكافر الاجتماعي التكافر الاسلام هو من اسس اصل التكافر الاجتماعي بمعنى بمعنى ان كل انسان مسؤول عن اخيه عن المجتمع اللي عايش فيه فالتكافر الاجتماعي مش دايرة اننا اساعد واحد فضلا مني لا دا امر واجب علي واجب علي ليه لان الله عز وجل قال في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صور لنا المشهد اللي مفروض الكل يعيش فيه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة يب اذا المنظور الاسلامي وضع المسئولية على المجتمع بمعنى ايه بمعنى ان اللي يحتاج لمساعدة واجب على اخيه ان يساعده المريض واجب على اخيه ان يعينه يب اذا دي المسئولية او دا التكافر الاجتماعي ان يحتوي الجميع تحت منظور هذا الامر طيب هل ينفع يكون فيه تكافر الاجتماعي بيني وبين شخص ما عرفوش اصلا لا التكافر الاجتماعي اصلا مبني على مش المعرفة مبني على الحقوق الانسانية للجميع ما يدخلش فيه دين يدخل فيه الحق الانساني ولقد كرمنا بني ادم فالتكافر دا للجميع لانه انسان الانسان ايه اخويا في الانسانية له حق الحق واجب علي ان انا ايه ان انا اعطي هذا الحق لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشهد جميل جدا يصور لنا التطبيق العملي في قبيلة اسمهم الاشعريين القبيلة دي كان لها نظام في الحياة كده كانوا اذا ارملوا في الغزوة يعني خارجين في غزوة او قل طعام وعيالهم الطعام بتاعهم قال وهم قبيلة مع بعضهم جمعوا ما عندهم من طعام كل اللي عنده طعام جابوا ووضعوا في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية مش اللي جاب اكتر ياخد اكتر لا اقتسموه بينهم بالسوية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال هم مني وانا منهم يب اذا الاسلام يدعو الى الترابط بمعنى ايه بمعنى اننا لا اصل ولا ارتقي لدرجة الايمان ما دمت انا بيت في بيتي شبعان وجاري جاءه ده مش هيجي من من الانسان مش مهتم بغيره لا الانسان والاسلام وضع للانسان نموذج حياه كي يتعامل من خلاله الانسان لو تعامل في هذا المنظور هيجد راحة في الدنيا ويجد نعيم في الآخرة وهنلاقي المجتمع مفيش فيه فقير عشان كده احنا عندنا لو نظرنا في الاسلام هنلاقي فيه الزكاة طيب الزكاة لها الاصناف بتاعتها ولها المستحقين بتوحها طب بعد كده فيه الصدقات طب بعد الصدقات يجي علينا مثلا صدقة الفطر يجي علينا العدي الكبير نلاقي الذبح ونلاقي التوزيع الاضاحي يجي علينا رمضان يجي علي كل ده مواسم لماذا مواسم حتى المجتمع كله يبقى لحمة واحدة يبقى قلب واحد عشان كده النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل المدينة في اول نداء قال يا ايها الناس الخطب مش للمسلمين قال يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام يبقى اذا دي دعوة لايه دعوة للتكافل في كل منظور وفي كل نواحي الحياة عشان كده لو طبقنا التكافل الاجتماعي والتكافل اللي امرنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لن نجد محتاجا ولا فقيرا طيب ده ياخدنا لايه ياخدنا الانسان لابد يبقى عنده تواصل مش يبقى الانسان في بيته ولا يعلم جاره ده تعبان محتاج هو مش جاره وقصد ساعات يبقى مش عارف اخوه ولا اخته محتاجين حاجة ولا وممكن يكون بيساعد الغريب لكن سيب يترك اهل واهل يعني من الاهل ومن الاقارب ناس تكون محتاجة وما بيقومش وبجب انتجاههم يعني لا هو المسئولية الانسان واجب عليه انه هو ايه انه هو اول شيء صلة الرحم الرحم دي معلقة في العرش ما تقول من وصلني وصله الله ومن قطعه قطعه الله يبقى اذا انا دوري مش مع اخوي اننا انا بقيت اخوه من اب وام بس لا ما نعرفش عن بعضين حاجة لا ده مش مبدأ اسلامي المبدأ الاسلامي اننا احنا الاثنين واحد مش يبقى اخ مسألش عن اخوه سنوات بس بعد كده يقول لا ده انشغلتني الحياة الحياة ملهاش دعوة احنا احنا امرنا الاسلام ان نتماسك نسأل عن بعضنا البعض انما المؤمنون اخوة انما المؤمنون اخوة اخوة بمعنى ايه اخوة بمعنى حقيقي مش بمعنى اننا اخويا اه انا اتصل بيب التليفون فقط وانا ما عرفش انه هو محتاجك حاجة ولا لأ طب ممكن يكون محتاجك شيء ومش قادر انه هو يقول لي مكسوف مني عنده حياء عنده عفة لازم يبقى عندي ايه يبقى عندي نظرة في اللي قدامي عشان كده لو نظرنا الى بيت النبوة سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وارضاه سيدي علي زين العابدين يطبق لنا المثال ده في المدينة المنورة كان في المدينة المنورة في كل ليلة سيدي علي زين العابدين كان يحمل الدقيق على كتفه وعنده خادم بس هو بيحمله على كتفه يحمل الدقيق ثم يطوف على بيوت الارامل والمساكين ده فعل عملي ده موجود يطوف على الارامل والمساكين والمحتاجين ويضع امام كل بيت ما يحتاجه دون ان يراه احد في الليل دون ان يراه احد لماذا لانه يطلب الجزاء والثواب من 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 الله سبحانه وتعالى سيد علي زين العابدين عندما انتقل اللي بيغسله وجدوا في كتفه ما يكون في قدم الابل من كتر حمل الدقيق على كتفه وهم بيغسلوه طيب لما مات في اول ليلة تاني ليلة كل الارامل والمساكين قالوا حرمنا صدقة السر بموت سيدي علي زين العابدين يبقى ده منهج ايه ده منهج نبوي ادبنا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا مش محتاج حد يقول لي سعدني لازم يبقى عندي نظرة الاسلام بعلمني ده لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية وجد احد الرجال كده على دبته وينظر هنا وينظر هنا فقال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له يعني ايه يعني انا مش في الطريق لئت واحد او لئت امرأة او بنت وقفة في الطريق ومش لأي مواصلة طب انا ممكن اخذها في طريقي ده انا مأمور بي انا مأمور بي من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له أنا لقيت واحد مش قادر يمشي في الطريق طب ما أنا أخده معايا أسعده أشوفه عايز إيه طب أنا عندي طعام زيادة ممكن هو مش معاه الحياة دي لو طبقناها في حياتنا هو ده المنهج اللي أمر نبي الإسلام وأمر نبيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بكل تأكيد فيه شعراية كده ما بين أن أنا أحس بالناس وأتدخل فيما لا يعنيه صحيح أحسن التدخل يعني إيه يعني أننا عايز أعرف خبايا الأسرة أعرف حاجات مليش أن أنا أعرفها ده اسمه تطفل لا يجوز أبدا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبق لنا ده المثال ده فين طبقوا في ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه عندما ذهب لزيارتها فذهب لزيارتها فخبط على البف فتحت له قال لها أين ابن عمك فين زوجك فكان في خلاب بن سيدنا علي وستنا فاطمة وده أب يعني إحنا بنقول علي إيه دلوقتي حمى تمام كده فقالت له حدث بيني وبينه شيء ما قالتش حصل إيه بس سألت له أنه في مشكلة سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي بقى ما نتدخلش في شأن غيرنا إلا بالخير فما سألهاش إيه اللي بينكم ولا إيه المشكلة اللي حصل وإحكي لي بالتفصيل لا ما حصلش قال ابحثوا لي عن علي فذهب إلى سيدنا علي المسجد وأتى به وتركهم وهم سعداء ده المنهج النبوي إن أنا أساعد الناس مش يبقى مساعدتي للناس تدخل في شؤونهم وحياتهم ده منهي عنهم طيب إزاي بقى أنا أعود ولادي من هما صغيرين إن أنا لازم يكون في تكافل اجتماعي لأن أنا في أسر بتخلق أولادهم ممكن يكون عندهم حالة من الانطواء مش متعودين إن هما يكونوا اجتماعيين نعم فيشعروا بغيرهم من يعني أخوتهم من قريبهم من جرانهم من أي حد إزاي عربيهم على ده أولا لازم نعرف إن فعل الخير عادة فعل الخير عادة تعود أنا أب واجب علي إما أنا أروح أزور أخويا ولا أختي ولا أزور حد من قريبي ولا أزور جاري إن ناخد ابني معايا ابني لما يشوفني أنا بعمل كده بالتالي هيعمل كده عشان كده سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته يبقى ده المنهج يبقى أنا بعود ابني ابني مش هيكون انطوائل نفسه لا من خلال أنا معاملتي أنا أنا عودت ابني على العطاء هيدي عودتوا على المنه هيمنع يبقى على حسب التعود اللي عودوا الأب والأم في معاملتهم وفي سلوكهم مع أبنائهم بتكون النتيجة في الحياة عشان كده بنقول إيه بنقول لكل أب وكل أم حضراتكم أولادكم أمانة بالنسبة لكم هتتسئلوا عليها أمام ربنا عز وجل كل ربنا هيسأل كل راعي عما استرعاه طيب حضرتك حفظت الأمانة ولا ضيعتها يقول طب أنا علمتهم كويس وربتهم كويس وصرفت عليهم كويس لا ده مش ده في فرق بين التربية وفي فرق بين الرعاية اللي احنا قلناه كل ده اسمه رعاية مش تربية إنما التربية إيه إن أنا أغرس فيه القيم الصالحة أغرس فيه العطاء أغرس فيه محبة الناس ده هيجي عن إيه مش هيجيه وقعد في البيت لأ لازم يشوفني أنا كأب بروح لأخويا وأقعد معاه أشوفه عايز إيه داخل على أخويا وعارف إنه هو محتاج باخد معايا حاجات زيارة ليه باخد حاجة ليه يبقى إيه ابن شاف ده بعينه يبقى بالتالي هيطبقوا مع عمه ومع أولاد عمه يبقى أنا هيتحقق فيه إيه هتى أنا بعد عمر طويل بعد الانتقال نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من سلاس صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح نيدعو له الولد الصالح مش هيتولد صالح لا من خيال التربية للأب والأم للأبناء عارف إلا حضرتك بتقولوا ده كان فيه فيديو منتشر على فيسبوك من فترة كده طفل كان معايا كيك وكان معايا تقريبا تشيبس تقريبا وقابل طفل صغير كده على ما يبدو أنه فيه احتياج يعني فبيقوله أنا معايا الاتنين دول الفيديو كان منتشر وحق أنتشر كبير جدا لأنه الولد فعلا ربنا يبارك لأهله فيه عنده عنده فعلا التكافل وهم مش فاهم طبعا ده تكافل التكافل بس عنده فعلا ده فقال له أنا معايا عايز تاخد ايه منهم بيقارض عليه كمان يختار فالولد اختار البطاطس قال له خلاص أنا أخوه وسلمه على بعض الاتنين ومشه صحيح ده مثال ايه مثال ان الأب والأم في البيت فيه تربية صالحة فيه تربية صالحة بمعنى ايه لذلك بنقول أولادنا في المدارس وبناتنا في المدارس من الوارد يكون الزميل اللي معاه في التختة ما خدش اللانش بوكسي معاه أبوه مش قادر يجيب له دور الأب ايه يقول لابنه أو لبنته أم تلاقي حد كده وبقسم الأكل اللي معاك بينك وبينه أو حتى نسي هل ده ينفع؟ يعني هو مقتدر ومقتدر ونسي ونسي دوري أنا ايه أعلمه أقول له انه يبقى معاك انت خد معاك معاك سندوتشين ادي له واحد وخد واحد يبقى أنا ربيته على ايه على العطاء على العطاء بايه بحب الطفل ده هيكبر ويبقى راجل ساعة المراس مش هياكل حق أخته ده اللي احنا بنعاني منه في أوقات كتير مش هيبقى يقول لأخته لا أنا هاخد أحسن حتة وانت لا تخدي الحتة المش كويس يبقى ليه عشان هو تعود من صغره على العطاء يبقى إذن حفظت أمانة الأب وتعاليم الأب والأم في هذا الطفل حتى أصبح رجل فأصبح ايه أصبح معطاء التكافل الاجتماعي بقى زي محرد ضربت كده في صورة جميلة جدا في سنة 17 هجرية عام اسمه عام الرماد العام ده في المدينة المنورة السماء ما أنزلتش ماء خالص جفت الأرض والضرع جفت ما فيش خالص الإمام الطبري بقول لحد درجة أن الوحوش بقت تطلع علينا تطلع على أهل المدينة في زمن سيدنا عمر بن الخطاب تطلع عليهم ما فيش طعام الواحد لو زبح شاه ما فيهاش لحم شوف تصور حركة الصورة دي كلها فسيدنا عمر بن الخطاب عمل إيه أرسل إلى سيدنا عمر بن العاص في مصر قال له أغسنا سيدنا عمر بن العاص لما قرأ الرسالة بكة وأرسل له قافلة من مصر عشان خاطر دي مصر دي بلد العطاء ده بنصي قرآني وهو ده أمر إلهي ما فيش حتى دخل فيه أرسل قافلة من مصر أولها في المدينة وآخرها في مصر يبقى إذن ربنا جعل البلد دي فيها العطاء إلى يوم الدين وده ظهر في إيه إما حصلت الأزمة في فلسطين مصر كلها القوافل طلع من مصر 80 و90% من القوافل في العالم كله طلعت من مصر بسبب إيه بسبب إن البلد دي فيها بركة فإحنا محتاجين إيه محتاجين نعيد حساباتنا تاني حضرتك الإسلام أمرك إن العلاقة بينك وبين أي حد علاقة أخوة هتا لو مش أخوك في الصلة الدم بس أخوك في الدين أخوك في الوطن واجب عليك تعمل إيه واجب عليك إن أنت تسأل عنه إن أنت تديله إذا حتاج إن أنت لو شفته مريض ما تلوحش تقول له ألف سلامة وهو أنت عارف إن هو مش معاي جيب الرشدة للعلاج وعارف ده لا خد رشدة العلاج وإحلف عليه وهتلو رشدة العلاج يبقى أنت كده نفعته يبقى أنت كده فعلا أكرمته لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة مؤتة استوشيت سيدنا جعفر نبي طالب فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلمنا درس إحنا الواحد لما يكون عنده واحد ميت بيكون مشغول دلوقتي الأمر اختلف ده اللي عنده ميت دلوقتي لازم يأكل الناس واللي جايله لازم لا مش كده خالص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلننا منها كتاني خالص قال لأهل بيته اصنعوا لآل جعفر طعاما اعملوا طعام لآل جعفر احنا كنا كده فندم زمان نعم نعم فاحنا محتاجين نعيد القيم اللي تربينا عليها والأمور اللي دينا أمرنا بيها هنجد فيه تكافل اجتماعي ووحدة وطنية صحيحة ان شاء الله بإذن الله يتحقق الأمن والأمان ان شاء الله يعني أكيد احنا بنشوف ان احنا يمكن حداك بتقول ان انا ساعات بكون في بيت في عمارة انا مش عارف جراني مين اللي فيهم نعم احنا بقينا برضو منعزلين شوية بسبب ضغوط الحياة وغيرها ازاي ان انا برضو ابدأ ان انا لأي نظرة مختلفة في حياتي من خلال تعاملي مع جراني ومن المحيطين دي نعم لازم اولا اعرف ان انا مش عايش في الدنيا الوحدي وما اقدرش اعيش في الدنيا الوحدي طبيعي وارد جدا جدا ان انا يحصل لظرف وانا في عملي اللي هيشيل زوجتي وهيشيل بيتي مين جاري صح طب لو انا ما عرفش جاري او في بينه وبينه مشاكل يبقى العداء موجود الاسلام امرنا بايه امرنا بالصلة حقه عليه كده حقه ان انا اعرف جاري ده اسمه ايه واوده ده احنا اما قلنا الحديث لا يؤمن احدكم او لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع لا دي وقفة كبيرة جدا وقفة كبيرة جدا 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 ليه لان احنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا يؤمن يعني الامام ما دخلش قلبه يعني فيه اشكالية اننا اكون عندي الطعام وجاري ما عندوش الاسلام بيأمرنا ايه بيأمرنا اننا لازم يكون عندي احساس بغيري عشان اطبق ما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التكافل مش شرط يكون بالفلوس ممكن حتى بالسؤال بالود بالتواصل المستمر كل شكرا طبعا لحضرتك ربنا يبارك فيك على كل هذه المعلومات الدكتور عبدالله سلام عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية شكرا جزيلا لك ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وصباح الخير ان شاء الله شكرا